اصعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا في سؤال سأل إلى أكم يوم وأنا من زمان بدي أجاوب على هذا النوع من الأسئلة لأنه كثير أشخاص بيسألوني عن نفس السؤال اللي هي موضوع الحجامة يعني وقتها مين بنعمله طبي مش عارف إيش والنصابين والمحتالين واللي بيتكسبوا من وراء هذا الموضوع فاليوم مزاجي رائق فآخر الحلقة اليوم بدي أرجع سؤال وجواب يعني هذا سؤال وبدنا نجاوب عليه إن شاء الله بعد ما ننتهي من موضوع الأبرج طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الأحد 23 الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في منزلة الصرفة يعني الآن هو في منزلة الصرفة وهي للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات رح يمكث القمر فيها لغاية الساعة 4 أو 16 دقيقة من عصر يوم الأحد بتوقيت جرينيتش طبعا بتوقيت الأردن زي ما حكينا منزيد للساعات الساعة 7 و 16 دقيقة مساء عند المغرب بنتقل القمر وبصير في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج طبعا القمر موجود الآن في برج الأسد ورح ينتقل للعذراء في ساعات الصباح عشان هيك بظل التأثير موجود علينا تأثيرات برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من النحية العاطفية المادية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حرية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا طبعا الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل اليوم هي زاوية ذكرناها بالأمس بس بدنا نعيدها لأنه بعد منتصف الليل بتوقيت الأردن هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الزهرة ورح تكون تتشكل الساعة 11.42 دقيقة من مساء اليوم اللي هو السب مساءا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 22.42 دقيقة فجرا أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية بيتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 11.42 دقيقة مساءا من مساء الليلة اللي هي السبت طبعا هذا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الأردن الساعة 22.42 دقيقة فجرا وبيستمر حتى ساعة 38.37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الأردن الساعة 11.37 دقيقة قبل الظهر بيكون القمر استقر في برج العذرة يعني بمعنى آخر فترة خلو المسار اللي من الساعة تقريبا من ساعات الفجر لغاية ساعات الظهر هاي فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 38.37 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 11.37 دقيقة قبل الظهر بيصير القمر في برج العذرة تتغير شخصيتنا مع ساعات الصباح والتأثيرات اللي بنتأثر من تأثيرات القمر لما بتحرك فبصير عندنا من صفات برج العذرة في هاي الفترة منعود لطبيعتنا الجدة ومننتبع أكثر لصحتنا بممارس التمرين الرياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب نقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام ومنشعر أنه الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا وممكن ننتقد أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة لتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسعنا اقتناء حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا اللي رح تصير بعد انتهاء خلو المسار ما في زوايا يعني رح يكون القمر محترق وفي نفس اللحظة الزاوية اللي رح تتشكل هي في ساعات المغرب تقريباً أو العصري بعد العصر هي زاوية تثليث رح تكون مع أورانوس هي زاوية منفصلة فبكرة رح نتكلم عنها القمر بما انه موجود في العذراء فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء خمسة عشرة بيبدأ فيه تمام الساعة ثمانية وستة واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني الساعة 11 وستة واربعين دقيقة وبيستمر حتى تمام الساعة 12 واربعين دقيقة بعد الظهر يعني بتوقيت الأردن الساعة ثلاثة واربعين دقيقة لينتقل القمر بعدها لبرج الميزل بالنسبة لعمر القمر اليوم القمر انحسار الهلال سبعة وعشرين يوم طبعاً في الساعة 12 منتصف الليل بكمل سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسة عش في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة سعيدة بنسبة خمسة عش في المية القمر في الأسد بده ينتقل للعذراء حتى يوم خمسة عشرة رح يمكث في العذراء هو الآن منتحس بنسبة خمسة عش في المية ولكن من ساعات الظهيرة بصير سعيد بنسبة خمسة عش في المية في ساعات متأخرة من النهار يعني بترتفع نسبة السعادة عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعة عشرة سعيد بنسبة خمسة عش في المية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشرة منتحس بنسبة أربعين في المية أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بما أن القمر موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الظهر تقريبا فبالظل رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معهم هي الغالبة أو السمى الغالبة عليكم هاي فترة مثمرة إيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر ولكن أنه في ساعات ما بعد الظهر الأجواء رح تتغير بشكل حاد شوي فالآن لغاية ساعات قبل الظهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطعتك المبادرة بأي موضوع ظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات وللترفيه والتعامل مع الأبناء لكن الأهم هي ضبط الأعصاب وما تدخلوا بأي نقاشات حادة ما بينكم وبين أحباكم عشان الأمور يعني شوي ما تصل لحد يكون في خلافات من ساعات ما قبل الظهر بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير فيه بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك صحتكم بتكون تنتبهوا لها اللي بشعر بأعراض غير اعتيادية بده يراجع طبيبه وفي نفس اللحظة اللي عندهم أمراض مزمنة ممكن يتعرضوا لبعض الوعكات أو مراجعة الطبيب أو يعني أخذ علاجات معينة برضو ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال فعشان هيك حاولوا انكوا تباكروا لعملكوا لإنجاز الأعمال المهمة قبل ما نصلها بعد الظاهرة برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم اليوم يعني زي يوم أمس بس على أكثر شوي في مسألة عائلية أو بتتعلق بأحد الوالدين هي الملفت للنظر أكثر شيء بتجدوا اليوم تعاون من أفراد العائلة في بعض المسائل أو بتتفاهموا على مسألة معينة أو بيكون في حوار ما بينكم ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن اليوم يكون في بعض القلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو مسألة شخصية اليوم ممكن يحمل مصاريف إضافية على بعض الأشخاص أما من ساعات قبل الظاهرة القمر بده ينتقل وصير في البيت الخامس فالأجواب تصير إيجابية أكثر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وإنفراجات وتطمينات ورومانسيات وبكون الجو مصحوب بحضوظ عالي جدا لا كثير من الأمور فممكن بعض الأمور اللي تعطلت في الأيام الماضية وما كان إلها مجال إنها يعني تمشي معك أو تأخرت اليوم ممكن تجد حلول إلها وخصوصا من ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتصير مناسبة لكثير من الأمور حتى حيويتك اليوم بتختلف تماما برج الجوزاء طبعا الأجواء من الآن لغاية ساعات ما قبل الظهر يعني داعم لإلكم بشكل كبير لأن القمر ما زال موجود في البيت الثالث فعشان هيك بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار وبتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل اليوم على فرصة جديدة لتفسير وتبرير مشاعرك ومواقفك وبرضو تنشط بالتنقلات والاتصالات ولكن زي ما حكينا فترة خلو المسار دائما ونقول أنه انتبهوا أثناء تنقلاتكم ما في داعي للسرعة والعجلة وبدها شوي التركيز كمان لأنه عطارد بتراجع وهو تأثير مباشر عليكم فعشان هيك بتكوا تركزوا بشكل جيد من ساعات ما قبل الظهر طبعا الأمور بتصير إلها علاقة بالبيت أكثر بتصير إلها علاقة بالعائلة والاهتمامات العائلية أكثر فبتعيدوا تنظيم أموركم البيتية والعائلية أو بتهتموا فيها ممكن يطرق عطل منزلي أو حدث عائلي ما يلفت انتباهك أو يخليك تركز عليه بشكل أكبر الأجواء بدها شوي التركيز بتصير لازم تحل المسائل العائلية بمرونة وما تتخلف عنها يعني بمعنى آخر ما تهمل هاي المشاكل حتى لو كانت بسيطة برج السرطان تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي وبتظل الأجواء جيدة على المستوى المالي ولكن بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم إشي إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال وحاول إنك تدقق بالتفاصيل ممكن تطمئن خواطرك نوعا ما وتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك اليوم تتفائل بشكل كبير لأنه ممكن تحل مسائل كان صعب إنك تحلها أو تجدلها حلول بالفترة الماضية ولكن زي ما حكينا ننتبه لأي توظيف للأموال أو المسائل المالية ما في داعي للتسرع من ساعات الصباح أو ساعات ما قبل الظهر بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات يعني عندك نشاط عالي جدا وسرعة بديهة عالي جدا اليوم ممكن تناقشوا أي شخص وتحلوا أي مسألة بكل هدوء أهم إشي إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات وبرضو حاول إنك تكون واضح بكلامك أو بمعلوماتك على أساس إنه شوي ما تنفهم غلط لأنه يعني نقلة سريعة والقمر زي ما حكينا محترق فبسبب نوع من أنواع الإرباك وفي نفس اللحظة على المستوى العائلي ظلك مسيطرة على الأمور بدون ما تفقد السيطرة وفي نفس اللحظة كم مرة صرت حكي لكم في نفس اللحظة كثيرة يعني حاولوا إنكم ما تتخاذلوا مع أفراد العائلة برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها وبتعيد لكم نشاطكم المفقود أكثر بوسعكم اليوم المبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بحمل إنفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بالحكمة والواقعية للأمور وبتشتد عزيمتك اليوم وبترتفع المعنويات ورح تستعيد سيطرتك وتحقق نجاح باهر الأجواء جيدة وداعمة فعشان هيك بتظل الأمور يعني بنصاب الممتازة بالنسبة لإلك أهم إشي إنه بس تنتبه من الحركة اللي قاعدة بتصير في البيت الثالث لإلك إنه ما تستعجل ما تعصب ما تتهور هاي أهم نقاط أما الأمور ممتازة من ساعات ما قبل الظهر القمر رح ينتقل ويصير موجود بالعذراء فعشان هيك بتنهمكو في أمور إلها علاقة بالميزانية بالأمور المالية ضبط الميزانية مشتريات ترتيبات أو تسداد بعض الفواتير والالتزامات هذا الإشي اللي رح يشغلكم اليوم لأنه في ضغط مالي أهم إشي إنكم تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة أبعد برضو عن المشتريات زي بالأخص المشتريات الغير ضرورية لأنه بالفترة هاي عندك قابلية للإسراف بشكل عالي جدا برج العذراء طبعا ما زال التعب بسيطر على الساحة لأن القمر ما زال موجود الآن في بيت المتاعب لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدين بوصل القمر لعندكم فعشان هيك من الآن لغاية ساعات الظهر حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن اليوم تتدمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد وحاول أنك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك اللي بتشعر فيها من هذا التعب والتراجع الصحي بيزول كل ما اقتربنا لساعات الظهر من ساعات الظهر تقريبا بتمتلق نشاط وحيوية وبتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتصير بتناسب وضعك الحالي رح تتمتع اليوم بقدرة عالية على قلب المعطيات والأمور الثانوية فعشان هيك بدك تركز كل أمورك أنه تخلي الأجواء روتينية لغاية ساعات ما قبل الظهر بعدين إذا عندك قرارات أو تحركات أو شيء بدك تبادر فيه خلي لها ساعات الظهر وما بعد أما ما قبل بتكون الأجواء لسه مش مناسبة برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء برضو اليوم اليوم عندكم نشاط عالي من الآن لغاية ساعات الظهر ولكن بدي أنا بيهكوا أنوا حاولوا تنجزوا كل الأعمال الضرورية والمهمة قبل ساعات الظهر اليوم منكم أشخاص ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص اليوم في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم إشي أنك ما تبقى وحيد حاول أنك تتحرك وأخرج للقاء الناس من ساعات ما قبل الظهر الأجواء بتتغير وما بعد فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقع على عقد وما تحسم أمر لأنه القمر في بيت المتاعب فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض رح تمر عليك يعني لعدة أيام اللي هي ليوم خمس الشهر فعشان هيك ضبط أعصابك مطلوب وبرضه بدك تهتم لصحتك بشكل كبير ولغذائك بالفترة هاي وما تعول على الفترة يعني لأنه الأجواء مش مساعدة بشكل كبير رح تكون برج العقرب ما زال القمر موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فعشان هيك بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وعلاقتكم مع زملائكم أو رؤسائكم بالعمل هذا يوم مناسب لغاية ساعات الظهر للأشخاص اللي عندهم مقابلة عمل أو بيبحثوا عن عمل أو لتقديم طلبات العمل الحاول برضو إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم يعني الأجواء جيدة ولكن فترة خلو المسار هي شوي بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية مصحيح إن الفترة ما زالت صعبة لغاية ساعات ما قبل الظهر من ساعات الظهر تقريبا بتنشطوا اليوم بين الأصدقاء ومنكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه له دعوة لحضور حفل أو ينشط بلقاء الأصدقاء فالأجواب تصير مناسبة جدا وبتدعمك بشكل كبير فعشان هيك حاول إذا كان عندك أشياء اجتماعية أو يعني مناسبات اجتماعية حاول إنك تستغلها في ساعات ما بعد الظهر برج القوس بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وممكن تشارك اليوم في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ابتلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل حاول إنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة مثمرة على جميع الأصعد ممتازة جدا للأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات والحوارات والتعامل مع الأجانب أو أوراق معاملات إلها علاقة بالسفر ولكن حاول إنك ما تقرر على شيء بشكل مفاجئ واللي عنده امتحان أو مقابلة خصوصا في فترات الصباح بده يركز بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض من ساعات الظهيرة الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل ويصير في بيت السمعة فعشان هيك يعني الأجواء ممكن تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية إذا انتبهتوا هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من ساعات ما بعض الظهر أهم شيء أنك تتجنبوا الخلافات وحاولوا أنك تسعوا لتلطيف الأجواء أهم شيء بما أنه القمر رح يدخل في بيت السمعة منقول لك لا تخالف القوانين لا تجازف لا تغامر لا تعمل أعمال مشبوهة بدك تضبط أعصابك برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة أخرى ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى كمان يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول أنك تسارع لتقريب أو لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي أو ديون أو قروض يعني الأمور المالية المشتركة هاي هي اللي ممكن تلفت انتباهك ويكون لك نشاط فيها من الآن لساعات الظاهرة من ساعات الظهر تقريبا بتتغير الأجواء فبتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد العلاقة مع الأجانب للتصالات البعيدة أشخاص مقيمين خارج البلد الدراسة الجامعية أهم شنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده سفر أو عنده تنقلات في فترة الصباح بده يكون جاهز ومجهز أوراقه ومعاملاته وما ينسى أي شيء ويتأكد من حجوزاته بشكل جيد لأنه شوي مع تراجعه طارد بيكون ما فيش تركيز كبير وممكن يصير أي شيء يعني يعكر صفوك برج الدلو بترغبوا في تدعيم شراكاتكم برضو اليوم لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعة الظهر فمن الآن لغاية ساعة الظهر يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أو أشخاص تساعدك في موضوع أو تطلب المساعدة من بعض الأشخاص ولكن لأن طاقتك ما زالت ضعيفة حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول تعالج كل الأمور بموضوعية وأعصاب بردة وحاول أنك برضو ما تتسرع في اتخاذ القرارات يعني بدك تضبط أعصابك لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر تقريبا الأجواء بتتغير القمر رح يصير في البيت الثامن هو مش سلبي ولكن برضو وطاقتك رح تزيد شوي ولكن الأجواء رح تتوجه على الوضع المالي وخصوصا الأموال المشتركة فبتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا أنك تنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية ممكن تهتم أو تظهر على الساحة مسألة عائلية أو يعني إلها علاقة بالبيت أو بأحد أفراد العائلة ممكن تكون خلاف نقاش حوار مناسبة أو أمور صحية برج الحود طبعا القمر موجود في البيت السادس وبما أنه في البيت السادس فما زال الأمور اللي إلها علاقة بالعمل والصحة هي أكثر إشي بترهق موليد برج الحود في هذا اليوم فعشان هيك العمل بيتراكم عندك أعمال كثيرة أنت ملزم بإتمامها من الآن لغاية ساعات الظهيرة يعني رح يكون في زخم كبير من الأعمال فحاول أنك أنت تنجز الأعمال هاي بالتدريج أو بمعنى آخر ما تخليها تتراكم يعني أول بأول انجزوا اللي بتقدروا عليه بدون المبالغة في ذلك عشان ما ترهق جسمك أو ترهق صحتك انتبهوا لغذائكم وراحتكم وما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت بشكل جيد اتجنب وإثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي بدك تركز على وضعك الصحي بشكل جيد إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك ممكن اليوم يعني هذا يعتبر مناسب إذا بتقدر تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وبدك يعني شوي ما تنفعل وما تعصب على الأشخاص اللي بيشتغلوا معك أو المعاونين لا إليك من ساعة الظهر القمر بيصير مقابلك تماما فبيعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة فبتعزز شراكاتكم علاقتكم مع الشركاء المالي العاطفي مع أزواجكم ولكن طاقتكم بتكون ضعيفة بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وبتكونوا تحذروا من الخلافات وحاولوا أنكم تضخموا الأمور الزيادة عن الأمور لأن حساسيتكم بتكون بأوجهة والقمر صار مقابلكم تماما وصلنا الآن لفقرة سؤال وجواب والسؤال اللي توجه اليوم هو إلو علاقة بالحجامة وكثير من الأشخاص بعرفوا الحجامة والحجامة إلها قصص كبيرة وإلها أحاديث وإلها إسنادات بالدين وإلها بالموروث وتعتبر يعني هي صانعة المعجزات لدى البعض وروج للحجامة بإنها بتعمل المستحيل يعني حتى اللي عنده إيدز ممكن يطيب إذا عمل حجامة من درجة إنه الحجامة قديش مباركة ماشي أسا إذا واحد من بنط وبقول لا هذا الطب النبوي وما أخوذ عن الرسول عليه السلام وآله السلام وما بصير إنك تحكي عليه هيك أنا طبيب فبحكي علم وبحكي منطق وبعدين منخش على الأمور الثانية أول إشي الحجامة ممتازة أنا ما بنكر إنه الحجامة ممتازة للرجال ماشي حسن نساء بدها تقول ليش وأحنا طيب أول إشي الحجامة هي إخراج الدم الفاسد من الجسد هذا تعريفة يعني الجسد بجمع دم فاسد الحجامة هي بتطرح هذا الدم الفاسد وبتخرجه أفضل الأوقات لاستخراج الدم الفاسد هي في اكتمال القمر ليش؟ لأنه قلنا كل ما اكتمل القمر بيصير امتداد للسوائل اللي هو زي المد في البحر فالسوائل هاي بتزيد في الجسم فعشان هيك بيصير فيه سرعة تدفق للدم فبساعد اكتمال القمر على طرح فضلات الدم ماشي؟ هاي وحدي يعني في فترة اكتمال القمر هي أفضل فترة لعمل الحجامة الآن الحجامة نوعين في حجامة مستعجلة وطبية ولازم الواحد يعملها يعني بيكون مستعجل على عملها اللي بيكون عنده ضغط عالي بيكون عنده دوار عنده مشاكل بالاتزان أو بالشغلات اللي زي هيك يعني هاي علاجية بنيجي بنقول له يعني عندك تمال القمر ممتازة بس اللي بيجي بيقول لك انه الحجامة بتعالج السرطان وبتعالج الايدز وبتعالج الروماتويد وبتعالج الروماتزم وبتعالج قصور الكلة وبتعالج شبكة القلب بقول له انت كذاب ابن كذاب بده ضرب أعيار ناري هذا مش صور ماي ماشي الحجامة هي بتساعد على عملية تجديد النشاط الدموي في الجسم عشان هيك بشعر الانسان بنوع من انواع الشفاء الحجامة شيء ضرب المحجم شيء وكي النار شيء والتشريط شيء ماشي فهدولا كلهم اللي بدوا يعملهم مين هو مش شيخ مش واحد مربي لحية مش واحد لابس دجداشي قصيرة لانه بصلي في المسجد فهو أبرك واحد بسوي حجامة بتروح على واحد ممرض ماشي ممرض دكتور الو في المجال الطبي الو في مجال التعقيم الو في مجال الوقاية بيعرف يتصرف اذا صار اي خلل بيعرف يتصرف يعني بمعنى اخر مريض السكري ما بصير يروح يعمل حجامة ليش لانه ممكن هذا الجرح يلتهب واذا التهب كارثة ومصيبة مش كارثة بس فعشان هي مش اي شخص بيعمل لتبع مريض السكري بيعمله حجامة لازم يكون في الوسط الطبي عشان يعرف يعقم يعرف يجرح قديش المسافة اللي بدي يدخل فيها تحت الجلد وفي نفس اللحظة يعرف يستخدم المطهر بعد ما يجرح وبعدين يستخدم الانتيبيوتك اللي بدي يحطه على المكان الجرح وبده يلزمك باخذ المضاد الحيوي هان عشان ما يصير فيه عندك التهاب طبعا هذا الحكي ما حدا رح يقولك ولا تبعين الحجامة كلهم رح يلتزموا فيه ماشي بس انا حاب ابر ذمتي بمن وانت سألتني هذا السؤال فانا بدي اجواه الان فيه لان فيه اوقات فترة اكتمال القمر اكتمال القمر وبتعمل الحجامة هاي بالايام الفردية بالايام الزوجية بالايام الطولية بالنهار بالليل ما بهم المهم تعمل حجامة بالفترة هذي برضو للذكور هسه باجي للنساء لانه هذول النساء بدهم ددي ددي غرب طيح ليش انا اليوم انا مع هيك ماخد صفير الذكورة يعني او الرجال بمعنى اخر ليش انا يعني والله عيب علي هسه بحكي لكم انا ليش خلينا اول ايش نركز فعشان هيك اللي بيجي بقولك انه الحجامة بتعالج امراض مزمنة وهذا الكلام هذا كلام فاضي هو تجديد لنشاط الدم في الجسم اخراج الدم الفاسد عشان الدم يجدد نفسه عشان يصير فيه نشاط الان اللي ما بده يعمل الحجامة وحابب يعمل اشي بديل للحجامة بيسحب حاله بروح على بنك الدم على اه بنك الدم على المختبرات على المستشفيات بروح على مستشفى السرطان اكسب اجر في الناس المرضى اللي في مستشفى السرطان هذول بدهم محداد دم كبيرة لا تستهينوا بالامر روح على مستشفى السرطان انا ايني انا بحتاج بلازمة انا باخذ بلازمة كل فترة بنزل وعنده صفائح بدور على الناس ببص مشان الله وعطونا صفائح وحتين وثلاثة واربعة روح على بنك الدم يا اخي روح على مركز السرطان القريب منك هذا قل له انا عندي دم بده تبرع في وحده اشي تبرع في وحده الدم دمك بتنشط نفس مبدأ الحجامة يعني ما كانش في تبرع دم على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى عليه السلام فعشان هيك تبرع دم اذا ما بدك تعمل الحجامة هيك انت كسبت اجر في نفس اللحظة نشطت خلايا الجسم اتبرع بلازمة بتقدروا تتبرعوا كلكو كل اسبوع بتقدر تتبرع بلازمة تروح تتبرع تقول انا جاي اتبرع صفائح الكو لبنك البلازمة عندكو في المستشفى هذا الاشي بيستفيدوا منه كل مرضى كل مرضى السرطان بيحتاجو ماشي ايوح طبعا النساء وذكور بيقدروا يتبرعوا اما حجامة ذكور مش نساء طيب ليش النساء لا اللي بعرف يجاوب دوزع لكم هدايا اليوم طيب انا بحكي لكم ليش لانه النساء عندهم حجامة ربانية الله انت طاقق الشرش في مخ معشر النساء عندكو انتو حجامة ربانية كل شهر بتجيكو هذه الدورة اللي بتيجي ده العادة الشهرية هاي هاي حجامة ما هي اخراج الدم الفاسد من الجسم هاي لحالها بتجدد الخلايا في الجسم ربنا اعطاكو اياها نعمة الرجال بروحوا بجرحوا حالهم وبشفطوا كسات الهوى والكي والهاض لانه رجال بتجيهم مش الهديك انتو بتجيكم الهديك عشان هيك انتو مش بحاجة للحجامة فاللي بيجي بقولك لا النساء والحجامة وتروح وتعمل وثلاث كسات وبصير من ثنتين من الخسر وثنتين من نص الظهر وثنتين من آخر الجمجمة وعلى الركبة للركب للرمونتزم هذا كله نصب واحتيال هذا ما له علاقة بالحجامة انتو الحجامة ربانيا بتجيكم لما توصل لمرحلة انك دخلتي في قطع الطمث خلص انقطعت الطمث بطلت تجيك الدورة خلصنا بعدها فكرت تعملي حجامة بعدها بسنتين ثلاث بتعمليها ولكن البنات الصغار دول يعني بسن الثلاثين والعشرين والاربعين سنة ولا بروح نعمل الحجامة ليش ليش مين اللي افتعلك في هذا الموضوع مين اللي قال لكم في هذا الموضوع الحجامة بس للناس اللي ما بتجيهم دورة هاي هذي مني انا معلومة انتو خذوها حابين تروح تشرط حالك وتعملوا هذا الاشي انتو روح وعملوا انا مليه علاقة بس انا حابيت هيك ابر ذمتي امام الله حابين تتبرع دم روح عبنك الدم وتبرع ان كان للمستشفيات مستشفى سرطان لناس بتعرفوهم اتبرعوا في ناس بحاجلة زمر مش موجودة مفقودة او الزمر النادرة انتو بتحملوها لايش هذا ايش رح تتحاسبوا عليه طب اكسب اجر ثواب يا اخي روح اكسب اجر ثواب انت في الناس الموجودة في المستشفيات ان كان في دولة اوروبية ان كان في دولة عربية ان كان في الصحراء في اروح عملها قسا بيجي وقولك لا نقطة الدم عزيز عليك دمنا احنا مقدس ما بصير نتبرع فيه لاي حدا طب انا بصير عندي مش عارف ايش طب انا بحس بي مش عارف شو اروح اتبرع كمان دام طب اروح روح الله يديك ويا رب فعشان هيك بعيد وبكرر المسألة لازم تروح اول شي على واحد في الوسط الطبي اذا بتعرف وحدة بنت ممرضة دكتور من اقاربك من معارفك تقوله تعال اعمل لي حجامة ولا اسهل منها بيعرف بالحجامة احسن من كل شيوخ الارض لانه تخصص وبعرف من وين يسحب لك الدم وبعرف كيف يسحب لك الدم وبعرف كيف يعقم لك الجرح وبعرف شو المضاد الحيوي اللي بدو يعطيك اياه اما بالنسبة لانه الحجامة ومن الركبة ومن الكوع ومن راسك من فوق ولازم تحلق على الصفر ومش عارف اش هاي طريقة صينية هدول الصواين بعملوها وتعلموها اللي مش لانهم راحوا على الصين ولا وصلوا الصين ولا حضر اقول لك ولا بعرف غير افلام الكراتي ما وصلوش الصين نفس الكت هذا اللي بيجي فيه الكاسات الما كنت الشفط هاي تاعت الهوى وبعملوا فيها الحجامة الصينية ما هي من الصين احنا بتجينا فيها الكتيب الكتيب هاد محطوط الطريقة الصينية انه هاي الكاسات احجامها بتنحط وين فاللي عنا عشان يسوق لهذا الموضوع وانه صار يفهم في الحجامة صار يقول لك انه بتنسحب من الرأس وبتنسحب من الكوع وبتنسحب من الركبة ومن مشت الرجل من تحت وما من اماكن اخرى بدناش نحكيها يعني هاي مش حجامة هاي طريقة الصينية هاي ما لنا علاقة فيها اوكي فما حدا يعملها لانه هذا ما بفهمش اساسا ليش معمول وين الاعصاب اللي بدي يسحب منها ولا وين مراكز الالم الموجودة او اللي بدو يركز عليها عشان يسحب منها هو ما بفهم فيها ما بفهم في المرض اساسا هذا بس بدو عشان يروج لبضاعته للكتالوج الموجود جوا العلبة انت روح اشتري العلبة وتقفت عليه بتقرأ بتعرف هاي اللي هي نقاط الريف اللي بفهم في المجال الطبي هم بيعرف انا اش بحكي هاي نقاط مركزية عصبية ادخن بني ادم بدو يسحب حجامة بنسحب له ثلاث كاسات بس اللي هن الثلاث اماكن اللي هي تحت رأسك من وراء اللي هي هاي بنسميها طبة الظهر اللي بين الاكتاف هاي من النص هيك بسحب منها ومن عندي الكتفين من جنبين من الوسط من قريب الوسط بنسحب منها دول ثلاث كاسات فقط لا غير بسحب منها مرة مرتين حسب ما بظل الدم ينزل مش الواحد يروح ماخذ اسبرين بعدين هتخلص انه يقطع مع الدم عشان هيك بقولكم خليكم مع اهل الطب احسن لكم لا تروحوا عليهم اذول او تبعين الدشديش واللحة واللي بارك الله فيك وعليك وجزاك الله الف خير اذول اكثر ناس بنصبوا عليك وبيكذبوا عليك وبيكذبوا باسم الدين وتقربهم مش في الامور هاي خلينا نخلص الموضوع بكفي اعتقد انا اعطيت معلومات اللي مر في تجارب زي هيك ومر عليه اشياء من النصب هاي وانضحك عليه او راح عملها يحكي انه قصته تحت خلي الكل يستفيد من القصة تاعته اه ما تخبوا يعني عادي عادي عشان نتشارك كنا في الموضوع وكثير ناس انضحك عليها انا هاي الامور يعني الله يسعدكم يا رب والله يحبي تجاوب على السؤال لاني بنسأله كثير لانه يعني والله حرام والله حرام اللي بيصير مش رط بيبقى مش معقم بنقل الفيروسات ومنقل امراض وانحنا في شايفين الوضع اللي احنا فيه فبد هدير ارت بال في النهاية قبل ما نختم الحلقة اه طبعا بشكر الاخوة اللي يعني بحاولوا انه يحطوا كومنتات لانه عارفين نسبة كبيرة ما بحضر للاخر فبحطوا كومنتات انه حاولوا توصلوا للالالف حاولوا توصلوا للالالف لايك يا عمي ما حدا حط اللايك الا الناس المتابعين فما تغلبوش حالكو عادي جدا اه بحب اشكر الاسم الاشخاص المنتسبين والاشخاص اللي بحطوا لايكات وتعليقات وكومنتات وحلو هاي كومنت عشان ما حدش يقول ليش بقول كومنتات هذا اذا ما بيعرف ش انجلي كومنت يا اخي ماشي كومنت انا بحب دللل حر مزاجي رايق الليلي انا شكرا لكم جميعا هيك من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء